السلام عليكم مشابهي بازينان إن شاء الله كامل تكونوا بخير إن شاء الله كامل تكونوا على خير استجابة لتساؤلاتكم اللي بعثتهم اللي في مواقع تواصل اجتماعي قررت اليوم ديركم مراجعة في المادة تهندسة كهربائية ورح نجاوب على أسئلة تعكم من بعض هذه الأسئلة أستاذ كيف نخرج المخطط الوظيفي التنازلي أستاذ كيف نكتب معادة التنشيط والتخميل أستاذ كيف نرسل متمين تعقش غولة معينة أستاذ كيف نجسد المعاقب الهوائي لتعاقب إعادة المراحل ولهذا جبتكم موضوع رح نجاوبكم على ربع أسئلة رح تكون إجابة لكل تساؤلاتكم فاصل ثم نواصل جماعة زينة في الموضوع المراجعة جبتكم باكالوريا 2018 موضوع الثاني هذه الباكالوريا فيها من صفحة 11 حتى صفحة 20 كما تلاحظوا صفحة 11 فيها دفتر شرط لازم تقرأه مليح مليح أما صفحة 12 فيها فيها المخطط الشامل ومختلف تسمية الأشغالات واذا تحتاجهما بزاف 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 صفحة 13 وصفحة 14 صفحة 13 فيها مناولة الهيكلية وصفحة 14 فيها جدول الاختيار ورقز علية مليح مليح أما صفحة 15 فيها مختلف المتامن كما هنا متمن قيادة والتهيئة متمن الأمن متمن تنسيق الأشغالات ومتمن الأشغالاتين مدام أعطا لك متمن أشغالة واحد وأشغالة ثلاثة تأكدوا ها يقول لك استخرج جدول التشيط والتخمي استخرج معقب الكهربائي استخرج معقب هواي استخرج مبارمج آلي إلى آخر أما صفحة 16 فيها مختلف تركيب الكهربائية روحوا لي بعدها صفحة 17 فيها الوثائق صانوا تحتاجوا بزاف وصفحة 18 فيها كل أسئلة من الواحد الثمنتاش وإحنا نجمعه واش راح نحل له سؤال واحد حتى السؤال أربعة أما صفحة 19 وصفحة 20 هي الوثائق المرفقة التي تم لهم أنتم وإحنا راح نملأه بوثيقة رقمة 19 هيا جماعة نبدأ بأول سؤال اللي هو أكمل تحليل وظيفي تنازلي نشاط بياني آزيرو على وثيقة الإجابة أستاذ كيف نختم هذا المخطط التنازلي بكل بسطة جماعة نعطيكم كل تفصيل جماعة كي جيك سؤال يقول لك أكمل تحليل وظيفي التنازلي أول حاجة تركز عليها اللي هو جدول الاختيارات نظركم بعد تعرفوا حولا نحتاجه بزاف ثاني حاجة نحتاجه ومتمن إنتاج العادي ونحتاجه بزاف بزاف في تسمية الأشغلات وترقييم وشغلات ثالثة حاجة نحتاجه للمخطط الشامل بها نعرفه معطيات الدخول ومعطيات الخروج ومعطيات المراقبة معطيات الدعم في ناصل الوقت واش نعرفه وش معنة الطاقة الكهربية هوائية او تعليمات الاستغلال اير الضبطة وسائلية الاعدادات لكم كامل تفهموا مجمعه وآخر حاجة نحتاجه في المخطط التنازلي نحتاجه دفتر الشرط هيا جماعة لكم تشوفوا كيف نخدمه بهذا وبربعة ونقلبه مخطط التنازلي سهل خلاص هيا جماعة نبدأ على بركة الله وحفظه كما كم تلاحظوا اعطاكم مخطط الشامل في هربا اشغلات استاذ كيف نملك هذا المخطط الشامل اذا اول حاجة نبدأ بالمتمن انتاج العادي بما انه مستطيلات الحالة هذي كامل مرقمة هنا متمن انتاج العادي رح يساعدني بزاف كما كم تلاحظوا اشغلة واحد هي اشغلة تشكيل وبعد ما تقرر دفتر الشرط اذا وش هو اسم الناشاطية تكتب اسم اذا وش نقولوا اشكل صف المصفة نقل ما هي اشغلة�� salah لانتاج لماذا تلاحظوا انهم تلاقضي стали قابل peculiar تشكيل اذا وش نكتب اجمعها نكتب نهاية التشكيل هنا كاملت مستطيل اول اذهب cola المستطيل الثاني كما كنتلاحظوا مستطيل الثاني إضا اشغلة النقل اذا هنا في اثنيو اش نكتب اشتريغ آنقلا好ega بعد ما تقرر دفتر الشرط وهذه الاشغلة انهم نتفيضها للقابلية في المستطيل الحالة الثالث أشغال موجودة فيه هي التقديم إذا هنا وش نكتبه قديم المصفوفة على القطع وهنايا القابلة تع نهاية التقديم إذا هنا وش نكتب جماعة هنا وش نكتب نهاية التقديم وآخر الأشغال كما كنت لاحظوا جماعة ربعة الجماعة الأشغال التي تلقوا فيها خطين متوازين هما المستطيلات الحالة آخر الأشغال وش هي معالجة والإخلاء إذا في المستطيل الحالة الرابعة وش نكتبه عالج وآخل المصفوفة وهنايا يكملنا في تسمية مستطيلات الحالة ثاني حاجة جماعة لكم مثلا ما زال مقرأتوش متمن إنتاج العادي فهذه الحالة وين تلقوا تلقوا المخطط الشامل وتلقوا وين يسمي لك أشغالة واحد اللي هي تشكيل أشغالة ثانين اللي هي النقل أشغالة ثلاثة هي التقديم وأشغالة أربعة اللي هي معالجة والإخلاء كما كنت لاحظوا الأشغالة والولا وش هي تشكيل مص هذه هي نقل مصفوفة وشيء تقديم المصفوفة وشغالة وربعة معالجة المصفوفة وإخلاءها هنالو كان ليس نميد لك في المستطيل عادي بعدها جماعة وش نديره؟ ركزهم عن الملح بعدها وش لائم نعرف معطية الدخول ومعطيات الخروج معطية الدخول معانتها المادة الأولية كيف نجلب معطية خروج ومعطية الدخول للمخطط الشامل كما جمعكم تلاحظوا معطية الخروج وش هي مصفوفة القطع مدنية معالجة يعني آخر اشغالة وش هي عربعة إذا المعطيات الخرج هنا نكتبه نكتبه مصفوفة قطعة معدنية معالجة هنا عرفت معطيات الخرج تقدر إليكم أننا وسوف نوع تعليم معطيات الدخول وماذا هي طرح المwhite الم Low Sq réalis هل تعليم معطيات الدخول معطيات أولية؟ سائل معالجة وماذا سنكتب قادر واحد يسألي أن تأكس كيف عرفت هنا هذه سائل معالجة وهنا قطاع معدنية في هذه الحلقة لو كانت تتلف لك المادة الأولية وانت تلجأ للدفتر الشروط كما كم تلاحظون نقرأ الدفتر الشروط وما قال لكم تأتي القطاع تباعا بواسطة بسط واحد لتشكيل صف من خمسة قطع إذا ما هي شغلة تشكيل وما هي المادة الأولية هي القطاع معدنية إذا ما هي نكتبه قطاع معدنية أما شغلة نكتبها بهذا الشكل أما شغلة لي بعدها توضيحات حول عملية المعالجة والإخلاء وشغلة معالجة والإخلاء واش قال لكم ثم رش المصفوفة باش حرشها حرشها بسائل معالجة القطع بسائل لمدة عشر ثواني إذا ما هي معطاية الدخول هنا واشيوا سائل معالجة هنا لو كانت تتلف لكم في المادة الأولية تخافوا تعكسهم رحوا دفتر الشروط هنا يا جماعة واش كملنا كملنا معطاية الدخول ومعطاية الخارج وشبقنا معطاية الدعم ومعطاية المراقبة جماعة معطاية الدعم والمراقبة لازمنا واش نجيبو نجيبو جدول الأغتياط هاي نبدأ في أشؤولها رقم واحد إذن لازمنا نعرف W وشي هي L وشي هي L وشي هي C وشي هي W وشي قالنا هي الطاقة الكهربية مع الهواء كتعد عندك الهواء وكهرباء مع بعض سميهم W كتعد الطاقة الكهربية يسميها E E كتعد طاقة الهواء يسميها E B L تعليمات الاستغلال الصغلات كامل عندهم تعليمات الاستغلال L هي الضبط شمعتها الضبط أجمع أي حاجة تحتاج الضبط أو تعديل بالصيفة عامة مثلا زمان تأجيل ونقوله زمان تأجيل ندير واحده لعدد واحده إلى آخر كما هنا عطانا Air الضبط وصيفة عامة وشي هي الإعدادات لسي وكتنا نحتاجها كيعد أشغلها مجاسدة بلابي مبرمج الآلي والله ميكرو مراقب اللي يحتاج إعدادات المادية لازم مو Configuration هنا نحتاجه سي ها نحن نحن نلقى بلسي كذلك نحتاجه هاي أجمع وشي قلنا ثاني حاجة لازمنا لازمنا نجيب وجدو الاختيارات كما نحن نبدأ بتشكيل مصففة نحن نشوف الجزء خاص بالتشكيل كما كنتلاحظو جماعة في جزء التشكيل من الذي يقوم بالعمل اللي هو محرك M1 والرافعة A تقضي هنا وش تكتب المحرك M والرافعة A مدى ما أعطى لك حتى حاجة أعطى لك كامل نقاط في هذه الحالة ما تفلسفش أكتب هنا نظام لا تزامن وش يحتاج يحتاج طاقة كهربائية ورافعة مزدوجة مفعول تحتاج الهواء إذن لازمنا نحتاج ال W بصفة عامة إذن وش نكتب نكتب W بعدها ثاني حاجة أي مستطل حالة وش يحتاج يحتاج تعليمات الاستغلال إذن ثاني وش نكتب فيها O والثالثة وش قال نجمعها قالنا هذا تركيب وش يحتاج خلية كهرورضوئية هذه خلية كهرورضوئية ولا تكتب Air بصفة عامة اللي هي الضبط معناها أداد يحتاج الضبط إذن وش نكتبه بلا فلسفة نكتبه Air ولا تقدر تكتبه N عادي نجمع وش كمنا كمنا مستطيل الحالة الأول هايروح المستطيل الحالة رقم 2 هايروح المستطيل الحالة رقم 2 ونجيبه الجدول الاختيار اللي هو النقل إذن شكن يقوم بهذا العمل إذن أنا راكم تلاحظه باللي محرك M2 ومحرك M3 والكهروميغناطيس OM تقدر تكتبهم M2 و M3 و OM ولا بدون فلسفة وش تكتب تكتب نظام نقل مصفوفات من بعد وش بقعتنا بقعتنا معطيات المراقبة ها يجمع رقزهم عاملة المحركات وش تحتاج طاقة كهربائية هنما كاشر الرافعة إذا وش نحتاج طاقة كهربائية فقط إذن هنا يجمع ما نكتبوش W بصفة عامة نكتبوش طاقة كهربائية يتكتبوها طاقة كافية يتكتبوها E نزيدو الثانية حاجة أي مصططل حالة يحتاج تعليمات الاستغلال والثالث حاجة جمعه كما كم تلاحظوا لو كان رحوا هنا وش نلقوا نلقوا كين زمن تأجيل T1 وكين زمن تأجيل T2 وش تقدر تكتبو T1 و T2 ولا بصفة عامة وش تكتبو تكتبو الر وعندكم الحرية مدام ارسمها لك ضرب صفة عامة تقدر تكتبو A اللي حبي يكتب T1 و T2 هراه صحيح الهنا وش نكتب هنا نكتب A بصفة عامة وهنا كملت مستطيل الحالة تع مصفوفة وهنا كملت مستطيل الحالة لأشغولة النقل مصفوفة هيا جمع روحوا مستطيل الحالة رقم 3 اللي وقدم المصفوفة بهنم لو هذا لازم نجيبه الجزء الخاص بشغولة تقديم اذا من الذي يقوم بهذا العمل رافعة B تقدر تكتبو هنا رافعة B ولا بدون فلسفة تكتبو نظام آلي لتقديم المصفوفات بهذا الشكل وش بقى نجمع بقاونا معطيات المراقبة تشغول ثلاثة كما كم تلاحظوا بما ان رافعة مزدوج مفع رافعة تحتاج الطاقة الكهربائية وتحتاج لماذا ركزوا معي مليح لانه في الاقراء هنا دارت التحكم في اشغول التقديم المصفوفة باستعمال ميكرو مراقب اذا هذي الاشغول ثلاثة رح نجسد بالميكرو مراقب والميكرو مراقب يحتاج الاعدادات يحتاج الاعدادات اي حاجة تجسد بالميكرو مراقب يحتاج برمجة ولا بلا بي مبرمج الآلي يحتاج للس اذا هنا وش نكتبه نكتبه وهنا هذا نجمع السهم النحي تبصك ما عنده حتى دور ولا تقدر تخليه بشار هنا تكتبه طاقة كهربائية وهنا تكتبه بمعنى الطاقة هوية انا مدام سميت بصفة عامة و معنى ما احتاج السهم رقم ربعة وهنا يجمع زيناء كملت مستطيل حالة رقم ثلاث هاي رحو الاخر مستطيل حالة اللي هو مستطيل حالة ربعة هنا نعرف معطيات الدعم رحو نجيب جدول اختيارات في الجدول اختيارات المعالجة والاخلاج كون يقوم بهذا العمل محرك اما ربعة والدي والسي والتي ثلاث تقدر تكتبهم في ربعة هنا اذا ولا نكتب هنا بدون فلسفة نظام آلي لمعالج وإخلاء المصف وآخر حاجة بقاتل معطيات المرقبة كما تلاحظ عندي محرك وروافع نحتاج الطاقة كهربائية والهوائية بصفة عامة وسميناها وسميناها W ثاني حاجة بما أنه ثاني حاجة أي مستطيل حالة لازم تعليمات الاستغلال وثالث حاجة كما تلاحظ هنا تأجيل T3 تقدر تكتب هنا T3 ولا تكتب بصفة عامة لأنه مؤجلة تحتاج الضبط إذا هنا نكتب Air بصفة عامة وهنا يجمع كملنا مخطط تنازلي بكل بساطة هيا يجمع احتمال ثاني يعطي لك مخطط تنازلي مما يعطي لك ترقيم المستطيلة الحالة شكونية الواحد شكونية ثنية شكونية ثلاثة كما كمثلا واضح ترقيم بسألك يعطي لك مركب ما تقتل تعرف في هذه الحالة وش تدي رجمع إذن في هذه الحالة كيف نحل المشكلة تاعي أول حاجة نروح المخطط الشامل ونشوف هو ما مادة الخروج والله معطيت الخروج كما كما تلاحظ مصفوف القطع المعدنية معالج ونلقى مصفوف القطع معدني معالج معانت هذه آخر أشغلة إذن معناته آخر أشغلة هي عالج وأخلي مصفوف وهذه الأشغلة قدها رقمتها رقمتها ربعة أشوف في المتمن إنتاج العادي من بعدها بعد ما عرفت هذه البلية ربعة من بعدها السهلين وش ندير نجيب متمن إنتاج العادي نشوف معانتها بما أن هذه ربعة معانت هذه ثالثة وهذه ثنين وهذه واحد إذن إذن لو هي تشكيل ونكتب عليها رقم واحد الثاني هي النقل إذا نكتب أنقل مصفوف ونكتب عليها رقم اثنين والثلاثة التي يأتي بعدها تقديم إذا نكتب تقديم ورقم ثلاثة ومعن بعدها تكمل بقية سؤالة رقم ثنين أنشئ متمن أشغول رقم ربعة المعالجة والإخلاء من وجهة نظر جزء التحكم وفق دفتر الشرط في هذه الحال الجماعة ركزه طلب مننا متمن من وجهة نظر جزء التحكم معانتها ركزه على المنفذات المتصدر معانتها في الجدول الاختياط ركزه على بارتي الخاص من المنفذات المتصدر هي مليح ونقسم ثاني حاجة لازم للمناولة هيكلية ونحوص على الأشغال هذه ثالث حاجة لازم جدول الاختيار جدول الاختياط المنفذات المتصدرة هي الأفعال والملتقطات هي القابليات إذن كيف نستخدم هذا ركز معانتها مليح قبل ما نبدأ في المتمن الجماعة كان ثاني واحد الملاحظة ديما يطلب منك ما نتمن أشغاله مثلا ثلاث تشوف لي قبلها بتشوف المناولة هيكلية تبدلت ولما تبدلت الصورة انتاح قاد انتقلوها نحوي تغير على هذين ركزوا معي امليح إذن جماعة هذا هو التركيب عود خدمتكم طريقة احترافية محابين تحركوه ونشوف شاح يصر قبل ما تصل لأشغال أربعة أنا أشطلب مني يلقى رافعة داخلة ونبعد يقول كيف ندخل ساقة رافعة هي داخلة وهو مقراش الأشغال يقبل أشغال أربعة ركزوا معي مني احنا أشغال ثلاثة إذن كنت تنشط أشغال ثلاثة تمد نيدة تنشط X30 و X104 و X104 و X104 و X104 ويش سيصر ركزوا معي مني مني ويش دات رافعة بدخل القطع المدنية اللي جايين على شكل مصفو داخل مكان الرش أو المعالجة من بعدها شكون يبين رافعة خرجت اليوم ملتقط B واحد معنا انتهاء العمل رافعة شكون يبين ملتقط نهاية المشور على هذه جمع كي يعطي روافع ديمش وفي الملتقط بزير ش بي دخول ساقة رافعة وبي واحد شو يبين خروز ساقة رافعة نهاية خروز ساقة رافعة اذا بما انه بي يساوي واحد جمعه 31 مناشط وبي واحد مناشط وش هي تنشر 32 وتخمل 31 32 وش فيها الدي بي ناقص معانتها تقضية العكسية رافعة بها رجع الساقة رافعة دي بي ناقص معانتها الدخول الساقة رافعة اذا مش حيصار شوفوا معاني مليح شوفوا شوفوا معاني عودة رجعة الساقة رافعة الحالة الابتدائية وخلت القطع على شكل مصف داخل مكان المعالج من بعدها شكون يبي رافعة الحالة الابتدائية اللي وملتقط بزير اذا بما انه مرحلة 32 ناشطة وبي الصفة محقق راح تنشط مرحلة 33 هذه مرحلة 33 تنشط المتمن انتاج العادي وشح تقولو الاشغولة 3 راه انتهت اروح مشيلي اشغول رقم 4 واشغول رقم 4 اللي راح ناخدمها حناية اذا انا اش ملت اشغول 3 اش احضر من المتمن انتاج العادي كنلاحظ احضر اشغول رقم 4 اذا اشغول اشغول رقم 4 اللي راح ناخدمها المتمن تح جماعة رقز عادي مليح جماعة ناخدمها متمن اشغول 4 اشغول 4 وثاني حاج جدول الاختيار في الجدول الاختيار هنا هذه المنافذات وهذه المنافذات المتصدرة وهذا هم الملتقطة اذا المنافذات مهم اش بس كلها طلب من ماتمن من وجه جزء التحكم اذا نجمع هذا الجزء وما نسميه نسميه الأفعال معناتها في المتمن تأكدهم الأفعال كاما ربعة دي زي دي ناقص ودي سي زيد ودي سي ناقص هذو ما ستلقاهم الأفعال وهنا يجمع هذا وشي هو القابليات كما دي زيرو دي واحد هي ملتقطات نهاية المشوار تعال رفعة دي وصي صفر السي واحد هي ملتقطات نهاية المشوار تعال رفعة سي هاي نبدأ ونخدمه ونحل دفتر شهر اذا في دفتر شهر تبدأ المعالجة بخروج ساق رفعة سي ثم معناتها في المرحلة لولا وش كان معالجة بخروج ساق رفعة هاي يجمع نجزده هنا بالحركة شوف معايي من لح كون توقف رفعة سي حتى تضغط على سي واحد نهار لتضغط على سي واحد معناتها انتهت المرحلة الأول وانتهى الفعل انتهى بعدها رجز معايي من اي ثم بعدها معنات هذه المرحلة انتهت راح تجيب مرحلة اخرى متسلسل في مرحلة ثم وش كان فيها افعال رش المصفوف القطاع بسائل لمدة زمنيتي ثلاثة تساوي عشر ثون اذا فعل اول هو زمان تأجيل بواسطة مضخة متحكم فيها بمحرك امر احنا قد عندي فعل كين فعلين مع بعض وش هو الفعل اول هو زمان تأجيل وفعل الثاني محرك امر اربعة وش معناتها المحرك هو وحادي استقرار يدير له مؤجلة اذا رفقولو مؤجلة معناتها المحرك راح يدور لمدة عشر ثون هاي اجمع نطبقوا هذا الفعل اذا محرك ينض ويبدأ زمان تأجيل يحسب واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كين تهي زمان تأجيل هنا وش مقدرت ركمل ترش المصفوفة هنا وش كملنا المرحلة رقم ثنين رحوا لي بعد هاي جماعة وش قال لك بانتهاء عمال ترش يعني بعد ان هي زمان تأجيل وش قال لكم يرجع الساقة رفعة سي هذا فعل ويدخل ساقة رفعة د كيف عندي هنا فعل عندي فعلا اذا فذي الحالة انا سنطبق هم هنا اذا ماذا يرجع الساقة رفعة سي ويدخل ساقة رفعة د ورس ساقة رفعة سي تدخل وش معانتها دي سي ناقص كما كما تلاحظوا ودخل ساقة رفعة د اذا ساقة رفعة سي دخل ورجعت حال طرح معانتها د سي ناقص ورافعة د دخل كذلك معانتها د ناقص ملتقط سي صيفر وملتقط د واحد رقز 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 لي هن د واحد معانتها الدخول ودي صيفر خرج هنا عكس لحب يشوف كما تغلط ولا لا تغلط على هذه لازم ما تحفظ إذا هن كملنا المرحلة رقم ثلاثة اللي يرجع ساقة رفعة سي ودخول ساقة رفعة د من بعد وش قلت تنتهي الدورة ب اخر مرحلة يعني كان مرحلة لبعد متسلسلة هذه المرحلة الأخيرة وش فيها رجوع ساقة رفعة د إذا ساقة رفعة د وش هي الداخلة لازم تخرج بنخرج نغضي د د ز خروز ساقة رفعة إذا هنا ركز معي من هاي خرجت وضغطت على ملتقط د زير كون يبلي نهاية خروز ساقة رفعة عدي اللي ون مرتقد زير جماعة هنا اشتكفة فصلنا الدفتر الشروط إذا ندركو راحين نخدمون متمنتع هذا الأشغلة بالتفصيل إن شاء الله جماعة ما تلقوا حتى إشكالية إذا هنا نهاية الإخلاء وهنا يوش نقول خملة أشغلة ربعة بعد ما فهمنا هذا تركيب أرواح ونرسم متمنتع الأشغلة جماعة ركزوا معي منه أول حاجة أشغلة اللي معالجة لأربعة رح شوفها في متمن إنتاج لعدة حتى تلقىها رقم أربعة رقم تاب رقم أربعة وأي أشغلة عندها مرحلة راحة ولا مرحلة توقف وشي يسميها يسميها ربعة وفي اليمين يزيد لها الصفر معناها مرحلة ابتدائية مرحلة توقف على هذه يسموها المرحلة مرحلة مرحلة الأولى تجيها من نداء من أشغلة ربعة من متمن إنتاج العادي على شكل إشارة نداء ونكتب هنا ونكتب X ربعة وشمعت كيف تنشرط X ربعة X ربعة يسوي واحد منطقي أستاذ نداء X ربعة يسوي واحد منطقي هل تعمل أشغلة لا لازم أشغلة تنتظر إشارة أخرى تأتي من قيادة وتهجية بالضبط مرحلة إذن بتشغيل الآلي إذن بتشغيل الآلي قادر نشوف المتائمين اللي أعطاه لكم مساعدة كما هنا في البكالوري أعطال لي متمن أشغلة واحد أشغلة واحد وشفيها X واحد وما بين قوسة X مياة وزيد X مياة وخمسة هي إذن تشغيل آلي مع نقاط فهذه الحالة وننلجأ فهذه الحالة لما ننلجأ نلجأ إمات من قيادة والتهيئة كما كم تلاحظون هنا إذن تشغيل آلي جدها رقم تاح مياة وربعة ومياة وخمسة وش مكتوب فيها طلب توقف نهاية الدورة مع أنت النظام مكته توقف حتى نتحقق الشرط X خمسة وربعين مع أنت مياة وربعة نظام يمشي ومياة وخمسة نظام طلبت له التوقف ما زال يمشي على هذه نظام في حالة تشغيل عندما تكون X مياة وربعة مناشطة أو تعد مياة وخمسة مناشطة مع أنت من نظام ما زال في حالة حركة على هذه مياة وخمسة إذا هنا كي تلقى طلب توقف نهاية الدورة ديما X مياة وخمسة إذا المتمن هو مجموعة من مراحل كل مرحلة عندها أفعل صحيح المتمن تعمل عنده نداء وكي نكمل آخر مرحلة نمد الجواب ونقول باللي أشغال راه انتهت هيا نبدأ في الدفتر شروط أول فعل كما درسنا قبل تبدأ المعالجة بخلو ساقة رافعة C قبل ما نصم مرحلة 41 لازم نروح لازم تغذية DC ناقص هنا جماعة ركز مليح لو كان تغذية واحد استقرار تغذية 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 تراجعة تلقائيا بسبب نابض الإرسع إذا جماعة كون يتحكم في خلو الساقة رافعة اليو DC زايد إذا نصم مرحلة X 41 وهنا ونكتب دي سي زايد فقط فقط فالدفتر شرور قالنا متحرك إذا نحن مرحلة 41 تنشر DC زايد شو 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 خروج ركز عمله خروج ساقة رافعة C زايد إلى غاية الضغط على C واحد إذن هنا القابلة هي C واحد جماعة DC زايد موزع موزع اختصار للموزع C هي رافعة C وزايد خروج ساقة رافعة ناقص موزع C واحد هذا هو في القابلية هو الملتقطبية لنهاية الخروج وهنا يكملت الجزء الأول في دفتر شورت رحوا المرحلة 42 وربعين نشوف موزع الأفعال موجودة فيها هاي جمعنا عبدو نرجع دفتر شورت دفتر شورت ثم معنا مرحلة بعدية 42 وش في هذه مرحلة بعدية رشل مصفوف القطعة بسائل لمدة 10 ثواني فعل الأول بواسطة المذخة إذن قبل ما نكتب الأفعال عندي يجب أفعال رحوا منفذات المتصدرة هذه شون يقوم بعملية المذخة المذخة شون يتحكم فيها AM4 وماذا المنفذة المتصدرة أو AM4 نحن فعل نكتب AM4 وقالنا 8 وجهة النظر جزء التحكم تأجيل 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 T3 إذن AM4 هو الذي يشغل مذخة وزمن تأجيل 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 إذن فعل يتحكم في محارك AM4 والفعل الثاني تأجيل T3 إذن في الأفعال T3 نكتب وشاط نهاية التأجيل نكتب حرف صغير T من بعد لازم نحوص على هذه القابلية نحوص على هذه القابلية نجزدها بالحركة إذن نشوف معايا من كي تنشط 42 يبدأ زمن تأجيل 1 2 ويبدأ يحسب وكما تلاحظوا هنا المذخرة يترش في القطاع المعدني 5 6 7 8 9 10 وهنا انتهاء عملية رش إذن القابلية نهاية مرحلة 42 هي نهاية زمن التأجيل إذن نكتب T3 ثواني إذن يتحقق هذا الشرط وما سيصبح المحرك A4 سيتوقف معانتها في 43 لا نكتب A4 لذلك لا نكتب معانتها انتهاء التغذية وفي هذه الحالة مضخات تتوقف ذلك نحن نبحث على المرحلة البعدية المرحلة البعدية هي X43 وما يجب نجيب دفتر شورت ونكمل خدماتنا فالدفتر شورت قال لكم بانتهاء عمل الرش يعني بعد نهاية زمن تأجيل الرش يرجع الساقة رفعة C ويدخل ساقة رفعة D خلال المصف قطع المعالج بعد ما نجيب نجيب الجدول الاختيار المنفذات المتصدرة ما يتحكم في رفعة C ما يرجع DC ناقص وما يدخل ساقة رفعة D ما يردخل DD ناقص إذا هنا لدي فعل إذا لدي فعل إذا اللي و DC ناقص وعن DD ناقص يرجع رفعة ثاني مع بعض إذا نرسم الفعل DC ناقص ونزيد ونرف الفعل الثاني اللي و DD ناقص Distributor Vira D مو من بعد هجمع نحوص على القابلية إذا نعرف القابلية وش كون يبي رفعة DC دخلت وش كل ملتقط رفعة شكون بي رجعة حالة ابتدائية C0 وهذه شكون بي رجعة حالة ابتدائية D1 على هذي ما تسأل وش ما تدير D0 إذا هي D1 إذا قابل هنا نكتب C0 وD1 وهنا يكملت مرحلة 43 من بعدها روحوا لي بعدها هنا الإخلاء المصفوفات يجي شخص يخليهم مع نظام على هذي حركتم بهذا الشكل هاي روح لي بعدها مرحلة 44 وش سيكون فيها الأفعال روحوا نزيد ونقرأ الدفتر الشرط بعد وش قال لك بعد ما كملنا ود ناقص وش قال لك وتنتهي الدورة وذلك برجوع ساقة رفعة D فقط إذا نروحوا رحوا الجدول الاختيار شاه المنافذات المتصدر رجوع خروج وبعد نبحث ونبحث على القابلية إذا هاي جمع نحرك لكم النظام شوف هذه الرافعة دي وش يصالها تعاود تخل الساقة رفعة تاح حتى تضغط D0 D0 وش بي لك نهاية خروض الساقة رفعة دي إذا القابل هنا هي D0 بعد ما كملنا نفطر الشروط وش يقول لك المتمن المتمن تعل الأشغلة دي لازم ينتهي بمرحلة الانتظار هي مرحلة فارغ بما أن هذه مرحلة 44 اللي بعد وش هي راح تجي مرحلة وش هي مرحلة 45 علي هذي مرحلة الانتظار بها تبين هم باللي للأشغلة رقم 4 راي خلاصة إذا مرحلة 45 هي مرحلة الانتظار تمد الجواب المتمن إنتاج العادي على شكل إشارة 45 هنا وش نكتب الجواب أرد بعدها ما نقدر نروح من 45 مباشرة 40 ما نقدر ندير مرحلة بعدها مرحلة في المتمن لازم مرحلة يجي بعدها قابلية وبعد قابلية لازم جي مرحلة إذا بعد 45 ش تجي القابلية وش هي القابلية بما أنه في مرحلة ابدأ إذا كتبت إكس ربعة معانتها إذن بتشغيل ولا نداء من الأشغلة هنا وش نكتبو إكس ربعة بار وش معانتها غياب إشارة الأشغلة ربعة من إنتاج العادي وفي النهاية هذه نعود نرجعها 40 ونقلبوها دائرية إذا نرجع المخطط بهذا الشكل نعود ونرجع المرحلة الابتدائية وآخر حاجة أجمعها من تنسو السهم معانتها غراف سالديمة ترجع بهذا الشكل التنسي وديره العكس غراف سالديمة مع أشياء قولية ربعين طرح الواحدة وربعين بعدها ثاني ورابعين ثلاثة ربعين ثلاثة ربعين خمسة ربعين كتنصل الخمسة ربعين تعاود ترجع المرحلة الابتدائية والنظام يعاود يتوقف يزيد عاود يمشي لازم يتحقق X4 ويتحقق X104 أو X105 وهنا جماعة زينا كملنا سؤال رقم الثنين اللي هو أصم متمن أشغل رقم ربع سؤال ثلاثة اكتب على شكل جدول معادة التنشيط والتخميل والأفعال لمراحل متمن أشغل واحد اللي هي تشكيل جماعة كيف تخدم معادة التنشيط والتخميل على شكل جدول ننصحكم بتسرعوش بتخدم هذا السؤال ثلاثة وش لازم لازم لك أول حاجة لازم لك تقرأ متمن الأمن قادرة هذه التنشيط تدخل فيها X20 قادرة تدخل فيها X201 قادرة تدخل فيها X202 إلى آخر كنت تفهمها ثاني حاجة وش لازمنا لازمنا متمن الأشغل اللي يعطاه هنا كما كنت لاحظ أشغل واحد وش هي هي عبارة عن تعاقب إعادة المراحل وش فيه إعادة المراحل إذن هذا التعاقب نسميه تعاقب أو بالضبط إعادة المراحل أجماعة نكون جاهزة ونلقوها كل شي بس هيا جماعة نبدأ في جاوب ثلاثة معادة التنشيط والتخميل أول حاجة تجيب المتمن تعال أشغل رقم واحد ثاني حاجة نبدأ ونملا هيا جماعة X10 نبدأ في X10 وش تدير إذن تكون خدمة تاك دقيقة أي مرحلة تدرسها تدير عليها سبعة ولا تدير عليها بالقلم أسود نقطة وش معنا هذي تدرس فيها بها ما تغلط ويكون تركيز تاك عال كما أنه نقدر دائرة حمار وش معنا رح ندرس العشرة X10 شكون ينشطها وشكون يخملها جماعة ركزهم عامله مستطيل هذا عشرة رأس ساعه وش نسميه معادلات تنشيط أي سهم يروح رأس المستطيل هذا ولا مربع هذا نسميه معادلة تنشيط وأي سهم يخرج من المستطيل من أسفل المستطيل وش نسميه معادلات التخمين ركزهم عامله إذن هاي جماعة نبدأ نبدأ بX10 كما X10 رأس تحق جاي لها خط جاي لها خط واحد هذا الخط من جايها جايها من مرحلة X17 ونرح هذا الخط رايح لرأس المرحلة X10 إذن هنا جدا كاين تنشيط كاين تنشيط واحد إذن X10 ما الذي ينشيطها ينشيطها المرحلة X14 مرفوقة بالقابلية X1 بار إذن وش نكتبه نكتبه ما الذي ينشيط X10 ينشيطها X14 في X1 بار زايد أجمع كاين حاجة واحد أخرى المتمن الأمن تعرفوا المتمن أن كي تنشيط X20 وش سيسر تنشيط هذه المرحلة F13 GB10 20 30 40 إذن كي تنشيط خالف النظام متمن أمن وش يدير كل أشغال وش ينشيط لها مرحلة ابتدائية رأسية ويخمل باقي المرحلة ما يعني أنه ينشيط خالف وش يدير متمن أمن مرحلة 10 ينشيط 11 12 13 14 14 يخمل ويتوقف النظام مرحلة X10 تنشيط X14 X1 أو في حالة وجود خالف مرحلة وجود خالف X20 إذن هنا F13 GB1 موجود X20 وكان F13 GB1 موجود X20 1 نكتب X20 1 ما تسرع وش يجمع هنا يجمع كما التنشيط تنشيط 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 إذن هذه مرحلة 10 خارج منها خط كما تلاحظ خارج منها خط 1 هذا الخط الذي سيجيط من مرحلة 11 إذن مرحلة 10 كما تنشيط مرحلة 11 إذن مرحلة 10 إذن مرحلة X10 إذن هنا نكتب X10 وهنا يجمع كمّلت مرحلة 10 هيا بنفس الطريقة نخدم مرحلة 11 هيا يجمع مرحلة 11 درت نقطة هذه دائرة الحمارة بحركز إذن رحوا لرأس المستطيل هذا جد جاي لها خط ركز ما عمله جاي خط من X10 راح لي إذن مرحلة 1 كمّل نشاط نشاط ها مرحلة X10 مرفقة بالقابل X1 X10 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 إذن هذا السهم من جهة مرحلة X14 وين رايح رايح الرأس مرحلة 11 جماعة هذه ديمة وين خدموا بالأسهم المساعدة ما يخلكم تغلطوا إذن X11 جاي لها السهم فالرأس تحزو جمع تكين احتمال للتنشاط إما X10 X1 X10 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 التنشاط لا يدخل فيه القابليات والتخمين لا يدخل فيه قابليات إذا هنا وش نكتبه إذا كون ينشاط X11 X10 X1 X10 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 نشط مرحلة ابتدائية دخلناها في المرحلة ابتدائية ويخمل باقي المرحلة تدخل في التخمي تدخل اكس 11 و 12 و 13 و 14 اذا هنا مش نكتبه اكس 12 او عن طريق وجود خلال شكوني ديدكتيه اللي هو مرحلة اكس 200 انا اجمعنا مرحلة اكس 11 رحوا لبعدها مرحلة اكس 12 بنفس الطريقة دائرة هذي بها ركزوا هذه الدائرة هذه مرحلة اثناش كوني نشطها قده جاي لها سهم جايها سهم واحد من جاي هذا السهم جايها مرحلة اكس 11 اذا شكوني نشط لي اكس 12 نشطها لمرحلة اكس 11 مرفوقة بالقابلية والقابلية او والله مرفوقة بالقابلية او اذا وش هي معادلة التنشيط اللي هي اكس 11 في الاو وش كوني يخمل لي مرحلة 13 شو كده سهم خارج سهم اسهم الخرج هي التاع التخمين اذا شو راكم تلاحظوا هناكين سهم واحد شكوني يخمل لي اكس 12 اللي هي اكس 13 اذا هنا وش تكتبه شكوني يخمل لـ X12. هي X13 او في حالة وجود خلال اللي هي X200. هنا يكملنا X12. هاي جماعة روحوا لمرحلة X13. هذي X13 قده جاي لها سهم فرأس تاحا. جايها سهم واحد. من جاي هذا السهم؟ جايها من مرحلة 12. اذا شكري نشاط لي مرحلة 13 اللي هي المرحلة السابقة 12 مرفوقة بالقابلية اوه. اذا شو نقولو X12 في اوه. تكون قولك واو ما عندها في. بلوشك. اذا ومرحلة 13 جماعة يكون يخملها. قده خارج منها السهم جماعة. ركزوا معي مليح. اذا السهم الاول خارج منها المراحل. راحل X14. والسهم الثاني كذلك خارج منها. هاو منها. ركزوا معي اتيجة تعوه. وراح يعيد المراحل اللي هي 11 و 12 و 13. اذا X13 قده خارج منها السهم زوج. معانتها كين احتمالين. وبما انه كين احتمالين. هذا تعاقب اعادة المراحل ولقص المراحل دي ما هو زي. معانتها مجموعة. اذا X13 يكون يخملها. يخملها X14 او X11 او وجود خلال معانتها زيد X20. اذا مش نكتبوه هنا. اذا مش نكتبوه. يكون يخمل X13 X14 او X11 او X20 في حالة وجود الخلال. وهنايا كملنا مرحلة 13. هيا جماعة روحوا اخر مرحلة اللي هي 14. مرحلة 14 اللي هذه. جماعة جاي لها سهم. جاي لها سهم واحد. اللي ومن جايها? جايها من X13 ورحلها. جماعة عطونسي تقول لي هذا السهم جاي لها. لا لا هذا السهم وطالع الفوق. مش يهابط لها. اوكي لو كان جاي سهم هذا هابط ننقول وها جاي لها. وهنا نقوله عندها احتمالين للترشيط. اذا X14 جايها ترشيط مرحلة X13 فقط. جايها سهم واحد فرقص تحتها. اذا شكني نشطها. اذا شكني نشط X14 X13 في A0 في AN. اذا هنا وش نكتبه? X13 في A0 في AN. وهنا 14 كون يخملها. نشوفوا كده خارج منها سهم. خارج منها سهم واحد. معناها مرحلة واحدة. هذا السهم لمن رايح. رايح للمرحلة عشرة. اذا X14 كون يخملها. يخملها مرحلة ابتداء X10 او وجود خلال X20. وهنا يجمع زنا. كمنا معدد التنشيط والتخمين. بقى نجمع افعال رقم تعرفوها كامل. اذا X10 الافعال لا تجد فيها وضع العدد في السفر. X11 فعلتها كامل واحد. X12 افعال تحال العدد والدي اه. وال X13 الفعل تحال دي اه ناقص. وجماعة قد يجيكم السؤال يقول لك اكتب معادلة الفعل دي اه ناقص. وش هي المعادلة اللي هي X13 في X20 بار. وهذه هتشوفوه في المستقبل ان شاء الله. هيا جماعة روحوا السؤال. هيا جماعة روحوا السؤال رقم اربعة. كما كنت لاحظوا في السؤال رقم اربعة. طالبا منكم اكمال ربط معاقب هواي الموافق لاشغوله واحد. جماعة زينا انا خيرتكم معاقب بتاع باكالو الف نو ثمونطاش موضوع ثاني. بسكوا على هلقيت في تعاقب اعادة المراحل. وكي نحلكم هذا التعاقب هتلقوا بلي سهل سهل سهل. وهذا هو اصعب تعاقب اللي جاء في الباكالورية. مدام هذا تلقى سهل مع اوش مع انتها باقي تعاقبت هتكون سهل خاصة تعاقب واحد. جماعة به ناصب المعاقب الهوائي لازم لي اول حاجة وثيقة لمدها لنحن نكمل عليها. ثاني حاجة وش لازم معادة التنشيط والتخميل اهم حاجة في المعاقبات جماعة عودوا اخدموهم بالمعادة التنشيطة والتخميل. وثالث حاجة جماعة ما تنسوش متمين اللي يطلب منكم تجازدو له معاقبة الهوائي راح نحتاجوه بزي فرقزوا معايا مليه. جماعة قبل ما نكملوا هذا المعاقب راح نعطيكم واحدة الافكار لازم تكون عندكم بعدها خموا ورسموا لي معاقبة الهوائي. اذا نجمع هذا هو المقياس الهوائي. اذا نجمع كما كم تلاحظوا في المعاقب الهوائي كانين اقطاب. هذو الاقطاب لازم تكونوا فاهمينهم. كما هذو البي وش هما خاصين بالتخميل والا وش هما خاصين بالتنشيط. كما هذي البي مخرج وش معانت المخرج معانتها هذا وش يدير يخمل مقياس السابق. وكما هذا البي وش راكم تلاحظوا مدخل معانتها يتلقى التخميل من المقياس الموالي مع عندها باي تخ؟ ماذا؟ كمال اه هذا وشي هو اه مدخل معانتها. عود سامينهم بينount جيت. هذا مدخل اه ينشط المقياس الحالي. وهذا ما خرجوっていう متل هو باي نشط المقياس الموالي. جماعة انا مش يخ ringumi Lacan Oil يعطي هذا. عدني هذو زوج بالضبط. اذا يعلى وش يخفيsecρεί. عدد على اه مدخل اللي هو نرطف معاددة الستنشير اللي كنا نكتبه فيه من قبيلة اللي معاددة وركزونا على بك مدخل كذلك. اللي هو مدخل وش تكتبوا فيه معادلة تخمي. ركزو لي على اه مدخل و بي مدخل. كيف تفهم هذو زوج وتكتب له معادلة تنشير و معادلة تخمي صي. راح تخدم كل شي بسط. اما الان هو هو المدخل تخمي الجماعة احنا ربطه ب اكس ميتين. و بي هي فتح التغذية الهوائي احنا نعطوها بالبنوماتيك. فتح التغذية بنوماتيك. هيا جماعة ركزو معا يملح. ثاني حاجة جماعة كين واحد الامور نحتاجهم بزا بزا في المعاقبات الهوائية اللي هي المعادلات. ركزو مع مع ما هو عام لي جماعة الجداء في المعاقب الهوائي لازم لك بوابة. اذا نجمع켜 معادلة وحب جسدها في المعاقب الهوائي. وش لازم لك? لازم لك بوابة اوروبية تلجدها. رمز البواب هو احيكون بهذا شكل مدخلين وفي رمز ا rom diye. هذي معنته بوبات ان. اذا ما خرجتها هذه البوابة وش احيمد لي? هحيمد لي ا. اذا اجماعة وين تلقى ا في بي ولا قابلية في قابلية اعرب بلي لازم تحتاج بوابة تن دي ما تخدم بيها. هذي اول حاجة. ثاني حاجة راح نلقو مثلا قابلية قابلية. قابلية كتعد عندي قابلية زي قابلية قابلة نحتاجه اه وش نحتاجه نحتاجه بوابة بوابة شهر مزحة اكبر او يساوي. اذا ما خالط تحوش يساوي ازيد بي. اذا ما قدح تحوش يساوي ازيد بي. اذا ما خرج تحوش يساوي ازيد بي. هلات يتلقى قابلة مثلا ا عشرة زايد بي عشرة. اذا كفاء تطبقها لازم انك او بواب او هذي لازم تحتاجها هاي هي جماعة تحتاجها بزه 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 وثالث حاجة اللي فيك مثلا عندك قابلية عشرة كيف تخدم عشرة بار ونت عندك عشرة اذا نجلب ا هذي مثلا عندي قابلية ا وشنزيد لها ا نخارج رو بار اذا بوابت النافذ هذه هي عبارة مربع مكتوب عليها رقم واحد هناك هنا بوابت نوت اذا هذه هي جماعة تعجهم بزه بزه اذا بوابت الولى هي اللي ا في بي هذا هو رمز تها الجماعة رمزة تاعة اكبر او يسوي واحد تقوم لي بجمع ازيل بي وبوابة تنفي لو كانت تحب تنفيه اي قابلية زيلها بوابة نوت ورمز تاعها مكتوب عليه واحد ودائرة نفي جماعة دون تحتاجهم بزوجة تلقونا باللي نخطبو بهم كل شي اذا هنا في المعاقبات الهوائية حذاري من بوابة امريكية نخطبو بوابات اوروبية بصكو تركيب اوربي وصنع اوربي وفي نفس الوقت راهي بوابات هوائية هيا جماعة روحوا لبعدها لبعدها حاب نجزد مقياس فقط وبعدها نكمل سؤال مثلا مثلا طلب منك معادلة تنشط ل x13 ومعادلة تنشط x13 لقيتها x12 في a1 في بي واحد كما تلاحظوا باللي هنا قابلية a1 في بي واحد ما عنها نحتاجه وبوابات اذا في هذه الحالة وش نديره نجيب المقياس تاع x12 ونجيب مقياس x13 والنقطة هذي جماعة النقطة هذي اللي هدرت معانتها راني حاب ناخد معادلة تنشط تاع x13 معادلة تخميد تاع x13 اذا هو ما طلب مني معادلة تنشط x13 اذا هذي المعادلة لازم نوصلها هنا لازم نوصلها صحيحة كما قلتكم هنا يا جماعة لازم لي ال a هذي مدخل نوصلها معادلة تنشط. اذا كوني نشط له x13 نشطها لمقياس x12 مرفوق بالقابلية a1 و b1 جماعة شوك هنجزل هذا بكل بساطة اذا اكس 13 كوني نشطها نشطها مقياس x12 ها جماعة ما خلق اشتعل a هذا نرطه بx13 لو كنخليه بهذا الشكل الجماعة لابك مش هي المعادلة اذا اكس 13 كوني نشطها ينشطها اكس 12 في صيفر معانا هنا مكيش القابلية اذا هنا كل مقياس لازم نزيد له القابلية القابلية اللي هي a1 في b1 اكس 12 مش معنى هو المقياس المرحلة ولي يبقى هما جماعة قابلية اذا هنا وش نزيدو نزيدو القابلية وكما كنت تلاحظوا القابلية اجمع a1 في b1 عندي متغيران مبينة مشكين كينجودة اذا هنا وش لازمني لازمي نرصم بوابة and اذا وش نكتب ا واحد وبي واحد ونرصم بوابة and بهذا الشكل ونرطوها بهذا الشكل اذا هذي البوابة وش تدير تقوم بعملية ضرب a1 في b1 وتولي هنا مخرج تحق a1 في b1 والمعادلة بتاع هذه المقياس وش عشت تساوي يجمع اذا المعادلة التعمقية تساوي مخرج المقياس اللي اسمه x12 في القابلية القابلية وش هي a1 في b1 اذا وهي معادلة تنشط كما قلت هكذا مقبل اذا جسدتها normal بكل بسطة اذا ا ماذا يساوي اذا معادلة تنشط x12 مع تركز على مدخل a شكون النشط x12 اللي هي x12 في a1 في b1 x12 اربطتها وزدت القابلية وبما انه عندي قابليتين مبينة موجودة زدت بوابة and وبنفس الطريقة بجماعة تكتب معادلة التخمين لذلك نشوفهم في مثال تعناع ربعة ان شاء الله وصلتكم فكرة هيا جماعة روح نحلو مثال تعناع جماعة اول حاجة كي يعطي لك معاقب الكهربائي لازم عندك استراتيجية اول حاجة وش لازم دير لازم تغذي كل مقايس وين تلقى بي غذيها بفتحة تغذية بنوماتيك اذا عندي بيلولة عندي مقياس 11 و 12 و 13 ركبين مع بعض لازم ننغذيهم بكمبريسور ونزيد المرحلة 14 لازم نرضيها بفتحة تغذية هذي اول حاجة ثاني حاجة جماعة كي يعطي لك تعاقب او ركز معامله ولا تعاقب او ولا قفز المراحل ولا اعادة المراحل هذو تعاقبات ربعة لازم تروح المتمن وتحوس على المرحلة التي حدث فيها تفرع اذا كل مرحلة التي حدث فيها تفرع هل هي عشرة ولا 13 عشرة ما حدش فيها تفرع مرحلة 13 اللي يخرج منها مرحلة 13 اللي يخرج منها السهمين سهم الاول خرج منها وراح 14 سهم ثاني لما راح حديش هذه مرحلة 13 يخرج جماعة يلونها بعدها وشتد درج معها هذه مرحلة 13 رح شوف القابلية القابلية الاولى ازره فيان والقابلية الثانية وش هي ازيرو في ان با اذن هنا كده عندي تفرع عندي تفرعين كل تفارع عندوه قابلية تأخر جماعة لا أخرج ضد Drive هناك longevity بايد l basement i لازم تخرج القابلية مشتركة اذا وش هي القابلية مشتركة垫 ما بين هذهfikة يأكل عدية اللي هي A0. اذا ما نقول هنا؟ شروط المتشابهة هي A0. عندما خرج A0؟ أذهب للمرحلات 13 اللي هي هذي اللي حدث فيها تفرق. ونكتب شرط المشترك. شرط المشترك A0 اكتب A0. لو كما تلقي الشرط المشترك اجمع. لو كما تلقي الشرط المشترك اكتب واحد منطقي. ولا اضير بنوماتيك واحد منطقي. من بعد اجمع بعد ما خرجت شرط المشترك. اذا هذه الأع خرج لها المعادلة تحتها. إذن هذي الآن وش هي المعادلة التاحة؟ معادلة التاحة هي مقياس X13 في القابلية A0 إذن شو تكتبو؟ نكتبو هنا X13 في A0 هذي المعادلة حد تكون معادلة مساعدة و راح تساعدك إذن نهار اللي تكتب هذه المعادلة جمعة كل شيء يقول لي بس بوصدقو تشوك هنا نحتاجوها إذن جماعة إذا لقينا شرط متشابهة لقينا A0 نكتبو A0 وهنا المعادلة شتولي X13 في A0 لو كان ما نقوم شرط متشابهة وش نكتبو؟ نكتبو واحد منطقي وهنا المعادلة وش نكتبو X13 في واحدة هي X13 في حالة ما كالشرط متشابه من بعد يا جماعة بعد ما خدمت هذه احنا نجدو كل شيء سهل وش راح نعتمدو؟ نعتمدو على معادة تنشيط ومعادة تخميل فقط وحن نكملو كل بساطة هاي جماعة نبدأ في أول مرحلة اللي هم يقياس X10 وش معانتها؟ درت عليه نقطة وش معانتها نقطة هذي؟ راح ندرسوها نجيب له معادة تنشيط A ونجيب له معادة تخميل B في X1 بار أو وجود خلال X20 والشكل متلاحظه هنا يا جماعة احتمال أول وعندي احتمال الثاني ما بيناتهم زايد على هذي معادة تنشيط وش لازمي بوابة أور وبوابة أور شير مزل أكبر أو يساوي واحد إذن بوابة أور هذي باش مربوطة مدخل الأول باش مربوطة بال X20 نعطو بهذا الشكل أما تنشيط الثاني شكني نشط لي X10 جماعة تنشطها لي X14 في X1 وغيرها X14 اللي هي هذه إذن ساهم هذا إذن نبدأ ونرسمو هذا الخط ونبديه يا جماعة نبديه المدخل الثاني بهذا الشكل إذن تولي المعادلة وش هي إما X200 وهذه وش هي بوابة أور أو X14 X14 هي قابلية اللي هي X1 بار إذن هنا وش نكتب نكتب القابلية إذن أنا وش نطالي طالي X1 هذه X1 وش ندولها بوابة نقط ما نقلبوها X1 بار وهنا المخرج نربطه هنا وتولي هذه المعادلة ماذا تساوي تساوي X14 في القابلية وش هي X1 بار هذه الفترة وش يكملت التنشيط هنا KM تقوم بمعادلة التنشيط وش يكّر عن معادلة التخميل هناك كمّلت التنشيط هنا اذا استردت التي كنت قد د一个 لديه إذن سأكون معادلة X10 سأكون X11 إذن هذه النقطة سأكون معديksi X10 Release X11 سأكون معدلة XX سأكون تنشيط سأكون معدلة B سأكون معدلة X11 أ Sang 11 عن طريق البيتاحة. ايلا هنا وش نرسمه خط بهذا الشكل ونربطه هنا. اذا اكس عشرة شكون يخاملها اكس حداش. هنا كملت مرحلة اه عشرة وش بقاولي يبقاولي الافعال. بنا عرفوا الافعال جماعة رحوا المثمين ونرحوا المرحلة عشرة وش هو الفعل وضع العداد في الصفر. اذا نروحوا هنايا ونكتبوا الفعل ونكتبوا راس رمز ازير ونكتبوا وضع العداد في الصفر. هنا يا جماعة كملت مرحلة واحد بكل بساطة. هيا نروحوا لمرحلة رقمه حداش. هيا رقمه حداش وندير عليها النقطة معناتها رح ندرسها. مرحلة حداش هجمعه في الجدول معادة التنشير التخمير وش نعطينا حداش. ينشطها اكس عشرة في اكس واحد في اكس مية واربعة زايد اكس مية وخمسة زايد اكس 13 في ازيرو في انبار. اذا اكس حداش هجمعه جدا هي نشطها من مقياز. نشطها احتمالين. اما الاحتمال الاول هذا هو الاحتمال الاول اللي هو اكس عشرة. او. او p13. فما أنني س показت هنا لكح соб back 4 وحصل الخاص بخانف the function in the dimension. القرHE مرة على تم Shout of x to the function in the inner key . 56. بمدخل قرأ. كيف تقول هم احمد إختمي DNA 찔� cried the function in the brainそれでは XY. لأنه عنده اكملين مقياس x10 بين نشاطها أو x13. مع عني الت bij 1 و اواع اتمال الثاني. سأبدأ بالإحتمال الأول. اللاح妹 الجميل نشاط لكx11 نشاطها لtextume x10 حيث ما أن ذicy 들어. من x10 نشاطها للمدخل الأول. لن يفعل هذه حيث من العمل nyx10 مقالطة كان من recap의 قائلات وما إذا سبق ساكم liked فقم ذلك فحد Миْ فلقي finns المقالات X104 و X105 ما بينهم awesome واذا должен يبقى بها R هيا بعدا فهم إذا لن تدخل X104 وX105 وهذا bereits Schwarzer ماervices البركات icole x105 за 104 وذلك أما إذا لديiler أن X104 underlying X104 theres para X105 لديهم lebاببط Radio كيفية أكتب عليه؟ سفعة أصول إن كتبت Tesla X well كالتالي في المدخل الثاني ومن قصت على فعلا فالتالي في المدخل يجب 자신وز X two in X 1 وإن هنا في مدخل المعادلة X one- X كتبت لديك X X X one- X 10 20 1 20 50 80 21 و هناك جلسات المعادلة الأولى أو X13 في A0 في N bar أو X13 هذا هو X13 كيف تهدي المعادلة المساعدة؟ إذن المعادلة المساعدة هي X13 في A0 ما نسميها؟ X13 في A0 يسميها القابلية المشتركة ما لدينا X13 في A0؟ لدينا معادلة ما لدينا X13 في A0 في N bar إذن في ما لديناها؟ إذن في هذه الحالة ما لديناه؟ هذا المدخل نربطه هنا معانتها X13 في A0 و هناك ما تولي المعادلة؟ تولي X13 في A0 في N bar إجمع هذه هي N وهنا ما هي نوت معانتها بوابة نافي إذن ما لدينا مخرج البوابة؟ هي X13 في A0 في N bar وهو المطلوب إذن هذا المخرج نربطه نربطه مدخل ثاني و نزيد و نتأكده أسكن معادلة الصحة هذا ما هي بوابة أخر؟ معانتها هذه أو هذه هذا ما هي معادلة تحتها؟ X10 في X1 في X10 في X105 زائد X104 أو معانتها زائد هذا المخرج هذا المخرج هي معادلة تحتها وبوابة N و ماذا معانتها؟ مدخل تحلول X11 في A0 في واش N و كينا بوابة نوت وهو المطلوب هنا كملت معادلة التنشيط و رحوا المعادلة التخميل كوني يخمّل لها X12 تخمّلها لها X12 أو وجود خلل اللي هو X20 إذن في هذه الحالة ما نفعله؟ رحوا المرحلة 11 و رحوا الـ X20 تخميل جماعي هنا بصفة عامة ما نظر نكتبها في الـ B بس كوني يخمّل X12 و 13 مربوطاً مع بعض كي تنشرط X20 سيخمّل دفعة و واحدة إذن هنا X20 في التخميل عدد ديما نربطها بالـ R صحيح و ماذا بقعتنا؟ بقعتنا X12 إذن X11 أجمعها يخمّلها X12 و ماذا تلاحظوا؟ تلاحظوا باللي مربوطين مع بعض و هناك كمّلنا X11 و و ما نقل؟ بقعتنا الأفعال إذن مرحلة 11 و ماذا يوم الأفعال الموجودة فيها؟ رحوا المتمن و ما نقلقوا؟ نقلقوا باللي حدث تحكم في KM1 إذن هنا نرشمو السهم و نكتبه KM1 و هناك كمّلنا مرحلة 11 هيا نقلقوا المرحلة بعدها رحوا المرحلة 12 بنفس الطريقة رحوا المعادة تنشيط والتخميل مرحلة 12 كوني ينشطها X11 إذن مقياس 12 كوني ينشطه ينشطه مقياس 11 و القابلية O و شاكم تلاحظوا يا جماعة تلاحظوا باللي 21 مركبين مع بعض مع أنتها مربوطين مع بعض إذن X11 وش مازال يخصها مازال يخصها القابلية لو كان يخليها بهذا الشكل و شا نقول نقول باللي X12 نشطة X11 في الصفر لأنه قابلية ما يدرته إذن هنا و شا نكتبه؟ نكتبه القابلية O كما كاتبها لي هنا و هنا كمنا تنشط X12 و رحوا التخمين إذن ش كوني يخمّل المرحلة X12 يخمّلها X100 هنا ما ركبها هنا في الآن بقالها X13 كما تلاحظوا X12 و X13 ركبين في بعض مع أنتها هنا مربوطين مع بعض إذن X12 كوني يخمّلها X13 و هم ركبين مع بعض وهنا كمنا التخمين و شا نبقى هنا الأفعال إذن X12 كان الأفعال و ما كان يزوج أفعال مع أنتها هنا وش نديره؟ نرسمه سهمين على تفرع سهم الأول والسهم الثاني سهم الأول نكتب فيه متجه نحو ديستربتور فيرا A بلوس وسهم الثاني نحو العداد وهنا يجمعها الزيناء كمّلنا مرحلة رقم 12 و رحوا لمرحلة رقم 13 مرحلة رقم 13 كوني ينشطها كما لاحظتم نشطها مقياس X12 في A1 إذن كما كم تلاحظوا 13 و 12 رقبين مع بعض هنا وش معناته ومعناته X13 نشط X12 لقد نخليها في رقم معناتها في صفة لازم نديرها القابلة وش هي القابلة تحت A1 إذا هنا وش نكتب A1 وهنا كملت الترنشير و لمرحلة 13 كوني يخمّلها شوفوا معي مليح تخمّلها X20 هاي ديرها تخميل جمعي 100 وش يبقى X14 X11 وش قلت X14 إذا وش نحتاجه نحتاجه بوابة أو إذا جمعها رقزوا معي مليح إذا X13 كوني يخمّلها إما X14 أو X11 على هذي وش نحتاجه نحتاجه بوابة أو هاي يعطيكم بوابة أو احتمال الأول أو احتمال الثاني الاحتمال الأول يجمعه هو X14 ها وراء المخرج تعال BX14 كوني يقول لكم تخميل رقزوا على B معانتا نجيبوا نقطة من B بهذا الشكل وندوهم مدخل تعال بوابة الأولى والثاني يجمعه هي X14 هاي وراء X14 رقزوا على B ندوه من مخرج هذا وندوهم المدخل الثاني بهذا الشكل إذا هنا وش نقوله X14 جهة السهم وش نجيبوا بوابة معانتا هذه أو هذه إذا من جهة الخط الأول جهة من X11 وخط الثاني من جهة من المخرج X14 معانتا هذه أو هذه جسدها والX200 بالطبعة رهي موجودة في تخميل الجامعي هنا يجمعه وش كملنا؟ كملت تخميل X13 من بعدها رحوا المخرج إذا X13 فاش تحكم تحكم في دخول ساقة رافعة دي A ناقص هنا رحوا 13 نديروا الساهم خارج ونكتبوا متجنة هو Distributor Vira A- وهنا يجمعه كملت مرحلة 13 وآخر مرحلة اللي هي مرحلة 14 رحوا المرحلة 14 لجنة لجنة تشدتها سيساوي X13 في A0 جماعة X13 في A0 عندنا مقبل معادلة مساعدة وش مازال يخصها في A معانتا نحتاجه وش نحتاجه إذا مش نقوله X14 نشاطة X13 في A0 عندي معادلة مساعدة هذي المعادلة المساعدة وش مازال يخصها وش مابينتهم موجودة معانتا نحتاج البوابة هذي إذا هذه النقطة نربطها هنا وعندما نربطها نربطها في A كنقول تنشيط ركز على A إذا هذا الخط هذا الخط من جهة هذا الخط من جهة جاب من بوابة N وهذا البوابة N وش هو مدخل لولته X13 في A0 ومدخل الثاني وش هو N وهي معادلة التنشيط وهو معادلة المطلوبة وهنا يا جماعة كملت معادلة التنشيط إذا وش بقالي التخميل إذا كون يخمل لX14 تخملها لX20 أو X10 إذا نربطه X20 في A كما قلت لكم دائما X20 في المقياس الأول نربطها في التنشيط فقط باقي المقياس نربطها في A إذا كملت X20 أو X10 وهي وراء X10 كنقول تخميل ركز على B إذا ما خرج بهذا وين نربطه نربطه في المدخل B تعمل مرحلة 14 وهنا يكملت معادلة التخميل وآخر حاجة جماعة الأفعال كما تلاحظون 14 لم يكش الأفعال وبما أنه لم يكش الأفعال رح يضيع الهواء هنا وش لازم يستدد وكتن دينه السددة كتعود المراحل ما فيهاش الأفعال وهنا جماعة زينا كملنا معاقب هوائي لأشغل على رقم واحد بالضبط هذا المعاقب الهوائي لتعاقب إعادة المراحل إن شاء الله وصلكم كل أفكار وما كمش تلقوا حتى إشكالية في المعاقبات الهوائية وهنا جماعة زينا وصلنا لنهاية الحصى مبقى عليكم غير السلام